بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل يوم سبت السبت قبل الماضي بدأنا مع حضراتكم سلسلة حلقات خاصة عن الحمل وكل ما يجب معرفته عن هذا الحدث الأعظم أو الحدث الأهم في حياة كل أسرة تكلمنا في أول حلقة من الحلقات عن موضوعات كتيرة وتكلمنا في الحلقة السابقة عن شهور الحمل التسعة بدعوا حضراتكم إلى الرجوع لمحتوى الحلقات على وسائل التواصل أو على اليوتيوب علشان تستكملوا المعلومات المفيدة اللي ممكن تكون مهمة جدا لحضراتكم وهي الحقيقة مهمة في حياة كل أسرة بيخططوا أو بيستعدوا أنهم يكون عندهم أطفال الحلقة النهاردة برضو بتكمل السلسلة الحلقات وهنتكلم فيها عن موضوعات برضو كتيرة وهتكون مفيدة جدا جدا لحضراتكم بوعدكم بداية العطاء هو أن الإنسان يقدم من الخير اللي بيملكه للي حواليه لكن الحقيقة بالتأكيد أن الأمومة مش بس عطاء لكنها أكبر بكتير لأن في الأمومة الأم بتقدم للطفل روحها نفسها مش بشكل مجازي بشكل حقيقي وعلشان كده ارتباط الأم بالطفل هو أقوى وأبقى رابطة على مرأة تاريخ والربطة بين الأم وطفلها بتبدأ من لحظة معرفتها بالحمل وبتفضل من الوقت ده تكبر وتقوى كل لحظة ده موضوعنا الأول في حلقة النهاردة وهو بعنوان الرابطة مع الجنين الرابطة مع الجنين خلال الحمل يعني عايز أقدم لحضراتكم أو لكل يعني الأمهات الحوامل أو اللي بيستعدوا أنهم يكونوا حوامل بعض النصائح اللي ممكن تساعدكم على تقوية الرابطة بينكم وبين الجنين خلال فترة الحمل هنبدأ هذه النصائح بأوقات الاسترخاء أو الهدوء في الأوقات دي مطلوب من حضرتك مش مش مجازا مش بيتهيألك لأ اللي أنت هتسمعيه كده مطلوب من حضرتك أنك تنفصل عن العالم حواليك لفترة من الوقت مجرد دقائق وتخلي كل تركيزك مع الجنين مع حركاته ومع خيالك أنت تتخيلي نفسه هو بيعمل إيه دي الوقت وهكذا الأوقات دي أنا بقوله الأوقات دي حضرتك اللي بتقرريها بتقرريها من حيث يعني إمتى والدوريشن بتاعتها أو المدة زمانية بتاعتها قد إيه الاسترخاء ده أو الفترات الراحة والاسترخاء دي بتديكي الفرصة للتواصل مع الجنين من خلال كلامك معاه يبقى أول حاجة هتعمليها أنك أتخذي فترات كده للراحة تعودي بس كده تسرحي بخيالك كده مع الجنين وتتخيالي هو بيعمل إيه ويعني تشعري كده بحركته والطبطبي كده على بطنك وحاجات كده نيجي للنصيحة الثانية وهي أنك تتكلمي معاه أيوة أنا بتكلم بجد أنك تتكلمي معاه ممكن تتكلمي معاه في أي وقت من اليوم ده بيزود الرابطة بينكوا جدا اتكلمي بكل طبيعية معاه احكيه له على اللي بتعمليه خلال اليوم غنيه له خليه يسمع قصص بصوتك خليه يسمع صوتك وانت بتحكي حتى لو بتعملي حاجة في قوضة بتعملي حاجة في المطبخ تتكلمي معاه كأنه موجود قدامك مش بس الكلام هو اللي هيخليك يتقربي من الجنين لكن كل حاجة وكل تصرف بتعمليه لقمته الأكل الصحي مثلا الأكل الصحي للتكليل فطرات الراحة زي ما قلنا اللي بتكوني أنت وهو محتاجينها حتى تغيير مكانك زي ما قلنا في حلقة سابقة من مكان مزعج لمكان هادي هيكون محل تأدير وفهم من الجنين إنك عريصة عليه وعلى كل اللي ممكن يقدم له الراحة لما بتحركي صوابعك على بطنك بهدوء وحنان أنت في الواقع بتطبطبي على طفلك وبتحسسيه بالأمان والاحتواء طفلك ساعتها ممكن يرد على حركة إيديكي دي ببعض الحركات اللي هيعملها ووقتها هتحسي إن ده حوار بينكم إيه بقى الحركات؟ هتلاقيه مثلا بيتحرك أو بيتنقل زي ما كون من حتة لحتة وهكذا هتحسي إنه زي ما كون بيرد عليك قضي وقت طويل وإنتي بتفكري في طفلك في كل اللي يخصه اتكلمي مع بابا في الحاجات اللي الطفلة هيحتاجها اتكلمه بمنطق الأمل مش بمنطق الأزمة مش إنه هو بيحتاج كذا وهيحتاج كذا وهنجيب له مقلق إحنا هنعمله إيه؟ هنربيه إزاي؟ هنحب إن إحنا نعلمه إيه؟ هنخليه تفرج على إيه؟ هنخرج به ونروح فين؟ وهكذا اتكلمه عن كل ما له علاقة بالأمل مش كل ما يثير أزمة اختاره هدومه اللي هيلبسها السرير اللي هينام عليه اعمله قوائم بالأسماء المقترحة له لو عرفته إنه ولد أو بنت وحطه سواء ولد أو بنت وقوله الأسامي دي وإنته بس اللي تقرروه خططه إنه ممكن تقولي إيه؟ أنا شفت محتوى كده زي اسمه يحكى أنا بيجي في التلفزيون المصري بيقوله في حلقات حلوة قوي فيفتحها لك زوجك أو إنتي تفتعيها وتبتلت تفرجوا عليها سوا وهكذا قريتي كتاب فيه معلومات حلوة لقتي موقع حلو بيقول معلومات حلوة بيقولك فيه دروس بتحضر للولادة وهكذا ممكن يبع عندك صور فوتوغرافية أو حتى مقاطع فيديو للمراحل المختلفة اللي بتمر فيها خلال الحمل طبعا اللي أنا قلته دلوقتي ده مجرد أمثلة واقتراحات ممكن يعني تزود أنت بيها الرابطة مع الجنين خلال الحمل لكن خليكوا واسقين إن كل أم عندها طرق تانية كتير قوي لأن الحب عمره ما بيكون له وسيلة واحدة أو طريقة واحدة في التعبير وإحنا هنا مش بنتكلم عن قصة حب عادية إحنا بنتكلم عن قصة الحب الأهم والأعظم في حياتك كلها تاني موضوع في حلقة النهاردة هيكون نصائح لمواجهة غثيان الصباح من أوائل الملاحظات اللي هتلفت نظرك في بداية الحمل بعد انقطاع الدورة الشهرية هو الشعور بالغثيان وشرحنا لحضرتك في حلقة سابقة وقلنا إن الغثيان معناها الرغبة في القيء إنه هو عفوا يعني إنك تبقي حاسة إنك عايزة ترجعي والحيان الغثيان واللي بيكون مصحوب أحيانا بالقيء أو لأ بيعتبر من أول وأشهر أعراض الحمل عند كتير جدا من الزوجات الحوامل ورغم إنه هم ممكن يحسوا به زي ما قلنا على مدار اليوم إلا إنه أحيانا بيكون ظاهر أكتر في بداية اليوم علشان كده أطلق عليه طبيا أو علميا اسم مرض الصباح أو مورنينج سيكنس على فكرة غثيان الصباح واللي ممكن يظهر بداية من الأسبوع الخامس أو السادس من الحمل هو مش مرض مش مرض لكنه مجرد عرض من أعراض الحمل وده إذا ظهر لأن 25% من الزوجات الحوامل ما بيظهرش عندهم هذا العرض على الإطلاق وبشكل عام بيختفي مع نهاية الفصل الأول من الحمل وتحديدا في حدود نهاية الأسبوع الثلاثة من الحمل طيب غثيان الصباح ده تفسيره إيه؟ الحياة أنه ملوش تفسير أو سبب طبي واضح لكن أقرب التفسيرات الطبية بترجعه إلى إفراز هرمون الحمل اللي هو اسمه HCG أنا مش عايز أي زوجة حامل تقلق من الغثيان ده لأنه مش مضر لا ليكي ولا للجنين هو مجرد عرض وعرض مزعج أنا معاكو بس هو مجرد عرض وطبعا غثيان الصباح مش لازم يمنعك أنك تكلي بطريقة صحية وعشان يعني عشان كده بننصحك بقى أنك تكلي وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم يعني مش لازم تكلي كمية كلي لقيمات كده من السوق يعني الفترة بدل يعودي كلي على مدار اليوم بس مش كميات كبيرة خلاص تاني نصيحة بخصوص الأكل أن ما يكونش الأكل اللي بتكليه فيه دهون أكتر حاجات بتفيد في الوقت ده الأنواع من البسكوتات البسكوت اللي هو الناشف البسكوت والتوست الناشف وكمان البطاطس من أكتر الأطعمة اللي ممكن تقاوم الإحساس بالغثيان بننصحك أنه دايما يكون جنبك شيء منهم خلي جنبك على السرير جنبك ونتي قاعدة في الأنتريك كلام ده كله يعني لازم يبقى جنبك حاجة من الناشف دي خلاص أول ما تبتدي تحسي أن الإحساس ده هيجي يعني غيري الإحساس ده على طول وكل حاجة منه على فكرة الزنجبيل أو الجنزبيل اللي هو الجنجر يعني من أكتر الأطعمة أو أكتر المواد الغذائية اللي بتقاوم غثيان الصباح وممكن نستخدمه بكذا شكل يعني هو ممكن يستخدم في المشروبات يعني مشروب زي الشاي كده الخفيف أو ممكن حتى بيتحطى أحيانا في المخبوزات زي البسكوت أو كده الجنزبيل ده بيساعد جدا على تقليل الإحساس بغثيان الصباح بس مش لازم نأكل منه كميات كبيرة أنا بتكلم يعني أنه لما بيتبشر بيبقى زي البودرة كده برضو غثيان الصباح بيسبب زيادة في إفراز اللعاب في الفم فمن أكتر الحاجات اللي بتقاوم ده هو أنك تحطي في بقك كده الأقراص الحلويات اللي هي البنبوني يعني الحاجات اللي متصنعة من اللمون الحاجات اللي متصنعة من اللمون بتساعد جدا في طرد هذا الإحساس أو إبعاد هذا الإحساس بعض السيدات برضو في الحمل في الفترة دي بيكون عندهم مشاكل مع معجون الأسنان بتاعهم يعني فجأة كده تلاقي أن المعجون الأسنان اللي حديك بتستخدميه ابتدى هو لما بتستخدميه بيثير إحساس الغثيان ده عندك ببساطة غيري على طول نوع معجون السنان ده يعني قصدي ما تشكيش في حاجة يعني غيري على طول ده عرض بييجي لناس كتير قوي أخيرا ممكن تسألي بقى طبيبك عن بعض أنواع الربطات الطبية عارفين حاجات كده بتطربت في الإيد مكان الساعة كده بس بتبقى أقمشة وحاجات معمولة كده معينة دي طلعت كده يعني في الفترة الأخيرة وقيل من اللي عملوها ومن اللي جربوها من الزوجات الحوامل إنها بتخفف من تأثير الغثيان عند بعض الزوجات الحوامل تمام؟ يعني جربيها بس دي اعمليها بإشراف طبي عشان ما تعمليش مثلا حاجة تضغط على حاجة في الأعصاب بتاعت الإيد عندك أو ما شابه يعني فهمين قصدي؟ يعني اعملوا الحاجات دي واسألي طبيبك هل دي حاجات ليه هجدوى؟ لأن في منها حاجات طبية يعني بتبقى واخدة أبروفل أو واخدة موافقات طبية فهمين قصدي؟ بشكل عام يعني كل اللي احنا قلناه دي نصائح لتقليل هذا الإحساس لكن خلي عند القناعة ويقين تأكد يعني إن هذا الإحساس المزعج بيختفي تماما مع نهاية الفصل الأول من الحمل اللي هو بيكون في حدود الأسبوع الـ 12 اللي هو نهاية الشهر الثالث من الحمل في أدوية بقى كمان بتتاخد بس ديه في حالات لما الموضوع بقى إنه يبقى الغثيان أو القيء لقدر الله يمنعك من الأكل ففي الحالة اللي زي دي بقى الطبيب بيقولك بقى على أنواع معانم الأدوية لدرجة إنه فيه حتى لزقات كده بتتحطى على اللسان مع الأكل بتقلل هذا الإحساس بس أنا بقولك أوك ما تخديش حاجة من نفسك الطبيب أو الطبيبة اللي بيتابعوك في الحمل هم اللي هيشوفوا أنت محتاجة إيه وهيدهولك من أول النصائح الغذائية اللي احنا قلناها لحضرتك مرورا بأي إجراء تاني من شأنه إنه يخفف عنك هذا الإحساس المزعج هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع نكمل موضوعاتنا في حلقة النهاردة يحكى أنه مازال متواصل ورجعنا لحضرتكم مرة تانية في القسم الثاني من حلقة النهاردة وحلقة النهاردة نستكمل فيها موضوعاتنا الخاصة بالحمل الحياة للموضوع اللي هتكلم فيه مع حضرتكم دلوقتي بقى موضوع مهم جدا جدا مهم من الناحية الطبية والعلمية ومهم جدا 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 من ناحية نفسية وهو عن تغيرات الوزن خلال الحمل تغيرات الوزن خلال الحمل تأثير الوزن الزائد على الحمل إيه النصائح اللي ممكن تساعدنا على التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة يعني هو موضوع واحد بقى ومنقسمه ثلاث موضوعاته يلا بينا نبدأ على طول تغيرات الوزن أثناء الحمل ده من أكتر الموضوعات اللي بتثير اهتمام الزوجات الحوامل قبل وأثناء الحمل والحقيقة أنه إحنا نقدر نقول وبدون أي مبالغة بدون أي مبالغة إن ما فيش زوجة حامل ما فيش ما عدتش دي ما فيش زوجة حامل ما بتفكرش في الموضوع ده علشان ببساطة أي زوجة حامل لازم هتلاقي نفسها في أحد المجموعات الأربعة اللي بيلخصوا علاقة الأم الحامل طبعا دلوقتي حضراتكم عايزين تعرفوا إيه هم المجموعات الأربعة المجموعة الأولى هم الزوجات اللي عايزين يعرفوا إيه هو المعدل الطبيعي لزيادة الوزن خلال الحمل دي أول مجموعة من الزوجات تمام؟ إيه هو المعدل الطبيعي لزيادة الوزن أثناء الحمل المجموعة الثانية هم المجموعة اللي حاسين إن الزيادة في وزنهم أثناء الحمل أكتر من الطبيعي مسيطر عليهم الإعساس ده المجموعة الثالثة هم الناس أو الزوجات اللي حاسين إن الزيادة في وزنهم أقل من المفروض أما المجموعة الرابعة هم اللي مش عايزين وزنهم يزيد عن المعدل الطبيعي المتوقع للزيادة يعني اللي هو ايه المفروض ازيد قد ايه المفروض تزيدي كذا انا مش عايز بقى زيد اكتر اعمل ايه شفتوا بقى ان كلكم بتفكروا في الموضوع نفسه بس من زوايا مختلفة يعني اسألي نفسك كده هتلاقي نفسك في واحدة من المجموعات الاربعة دي ويمكن تكوني في اكتر من مجموعة كما تمام عشان كده هنحاول دلوقتي نغطي كل الاسئلة اللي ممكن تدور في ذهن حضراتكم مبدئيا بنقولك انك لما تبدأي الحمل بوزن صحي وانك لما بتلتزمي بالنظام الغذائي المتوازن والمطلوب للحمل فاحنا بنؤكدلك دلوقتي ان وزنك هيزيد بشكل صحي خلال حملك وده من اثاره انه بيضمن ان نمو الجنين كمان يكون صحي ومثالي طيب يا ترى هتزيدي قد ايه بالزبط هاو ندخل بقى في الجد والاجابة ان الزيادة دي بتخضع لعوامل متعددة ومتدخلة كمان زي ايه زي انت كان وزنك قد ايه قبل الحمل وبالتحديد مؤشر كتلة الجسم الخاصة بيك كانت نسبته كام زي انت حامل في جنين واحد ولا اكتر زي ايه النمط الغذائي الخاص بيك خلال الحمل هل بتاكلي صح وفي شكل متوازن ولا بتاكلي قليل ولا بتاكلي كتير صحي كده؟ طيب وعشان نكون منظمين هنجاوب عليكم بالترتيب دلوقتي وهنقولك ان انت لازم تكون يعارفة وضع وزنك من خلال حساب ما يعرف او يعني ان انت تحسبي ما يعرف بمؤشر كتلة الجسم body mass index وده بيتحسب عن طريق ان احنا بنقسم يعني معادلة بنقسم الوزن على مربع الطول بالمتر الوزن على مربع الطول بالمتر يعني وزن حضرتك مثلا 85 90 مثلا 74 خلاص ده الوزن على ايه بقى مربع الطول بالمتر يعني ايه مربع الطول بالمتر يعني حضرتك مثلا طولك متر وستين يبقى 1 وستة من عشرة في 1 وستة من عشرة مربع طول بالمتر فمين قصدي وبناءا عن نتيجة بتتحددي انت في الفئة اللي انت فيها وبعدين هنقولك بقى احنا المفروض معدل الزيادة في وزنك تكون خلال الحمل تكون قد ايه الbody mass index بتاعك يعني النتيجة بقى يعني انت قلناه الوزن على مربع الطول بالمتر مربع الطول تربيع يعني بالمتر لو طلعت النتيجة اقل من رقم 19 فانت كده وزنك اصلا منخفض عن الطبيعي في الوقت ده المفروض ان الزيادة في وزنك خلال الحمل تكون ما بين 12.5 كيلو الى 18 كيلو جرام اما لو كان الbody mass index او مؤشر كتلة الجسم بتاعتك لما اسمنا الوزن على مربع طول بالمتر طلعت النتيجة بتاعته بين 19 و24 فده معنى ان وزنك طبيعي وزنك حلو تمام 19 الى 24 19 20 21 22 23 24 احنا قلنا اقل من 19 يبقى وزنك اقل من الطبيعي لو وزنك طلع او النتيجة يعني طلعت من 19 الى 24 ده معنى ان وزنك طبيعي في الحالة دي المفروض الزيادة في الوزن خلال الحمل بتاعك تكون ما بين 11.5 كيلو الى 16 كيلو كحدة اقصى اذا كان مؤشر كتلة الجسم بتاعت حضرتك النتيجة طلعت من 25 الى 29 يبقى انت بتعاني هنا ما يعرف بالاوفر ويت او زيادة في الوزن يعني انت كده قبل الحمل انت عندك زيادة في الوزن طيب نعمل ايه يبقى في الوقت ده المفروض معدل الزيادة بتاعك خلال الحمل يكون من 7 كيلو الى 11.5 كيلو ماكسما اما اذا كان البادي ماس اندكس او مؤشر كتلة الجسم بتاعك طلعت النتيجة من 30 الى 39 يبقى انت بتعاني من ما يعرف بالسمنة والسمنة دي يبقى انت كده برضو يعني او لو كان الوزن فوق التسعة او لو كانت النتيجة فوق التسعة وثلاثين يبقى انت بتعاني من ما يعرف بالسمنة المفرطة وفي الحالتين يعني سواء بتعاني من السمنة او السمنة المفرطة المفروض ان الزيادة المصاحبة للوزن بتاعك في الحمل تكون 7 كيلو جرام فاقل طيب زيادة الوزن ده بقى تاني موضوع كنا هنتكلم فيه زيادة الوزن على فكرة ممكن تأثر على الخصوبة اصلا عند الزوجة فاكرين قلنا كده في الحلقة الاولى من حلقتنا يعني الزوجات اللي وزنهم زائد ممكن معدل الخصوبة بتاعهم يقل وبالتالي يحصل تأثر سلبي او تأثير سلبي على الانجاب زيادة الوزن مش بس بتقلل فرص القدرة على الانجاب عن طريق نقص معدلات الخصوبة لا يعني هي already اصلا يعني الزيادة الوزن بتقلل معدلات الخصوبة بس هي مش بتأثر بقى على يعني ان القدرة على الانجاب بتقل بس بالزاوية دي لا ده كمان بتضعف القدرة على التبويض تمام كده وكمان معدلات الاجهاض لقدر الله بتزيد مع زيادة الوزن لما يبقى فيه وزن زائد عن المعدلات الطبيعية والحقيقة ان علاقة الوزن بالقدرة على الحمل لسه برضو مش واضحة مكتملة الوضوح يعني من الناحية العلمية كتفسيرات علمية لكن اللي معروف والمؤكد ان النسب والاحصائيات اللي بيتم رصدها وتسجيلها بين السيدات الحوامل كلها بتؤكد على ضرورة العمل على انقاص الوزن الزائد طبعا ولو بنسبة صغيرة لضمان حدوث الحمل يعني اي دلوقتي بنت حاسة ان وزنها زائد وهي مخطوبة او هتتخطب قريب او دخل على جواز لازم تثبطي وزن حضرتك عشان تضمني حدوث الحمل ان شاء الله بطريقة سليمة وكويسة واقرب التفسيرات العلمية لعلاقة زيادة الوزن بضعف القدرة على الانجاب شوية الترابط اللي بيربط يعني او الموضوع اللي بيربط ما بين ان الهرمونات الانثوية بيحصل فيها خلل في التوازن لما تكون نسبة الدهون في الجسم اعلى من المعدلات المسموحة يعني التفسير ده هو اكتر التفسيرات المقبولة ولازم يعرفوا ايه السبب زي ما اقول لكم هي دي مجرد بتبقى رصد احصائيات فبيعودوا بقى ياخدوا النتائج دي ويعودوا يحللوها ايه اسبابها طبعا ده كله بخلاف المعلومات المؤكدة ان الوزن الزائد بقى بيسببلك متاعب ومضاعفات اثناء الحمل زي مثلا السكر المصاحب للحمل وزي ارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل بخلاف ان الوزن الزائد بيضع حمل اضافي على مفاصل وعظام الجسم وده بيسبب المزيد من الالم والاحتقال يبقى باختصار يعني زبط وزنك وفقدان وزنك الزائد انا بحطها تحتها ومليون خط مش رفاهية دي ضرورة ضرورة عشان تحملي كويس وحملك يبقى كويس ويبقى عندك قدرة اصلا على الحمل طبعا معدلات الزيادة اللي انا قلتها دلوقتي كلها قائمة على احتمال الحمل في جنين واحد فاكرين لها لسا ايه لا دي عشان كده نحب نقولك برضو معلومة تانية وهي ان متوسط الزيادة في الوزن المصاحب للحمل بيكون ما بين 15.5 كيلو الى 20.5 كيلو في حالة الحمل في توقع وبيكون معدل الزيادة من 20.5 كيلو الى 23 كيلو في حالة الحمل في 3 اطفال تمام كده؟ طيب نيجي بقى للسؤال الاخير واللي احنا هنحوله النصيحة وهنقولك فيها ان الاكل الصحي المتوازن شوفوا انا عمل اقولها كم مرة على مدار الحلقات اللي فاتت هو اللي بيحقق لك الزيادة الطبيعية المتوقعة في وزنك خلال الحمل طيب نيجي دلوقتي الاسئلة ومعلومات جديدة الموضوع ده بقى مهم قوي اللي جاي هل الزيادة في الوزن بتبقى متوزعة بالتساوي على شهور الحمل كل اللي حمله قبل كده عارفين الاجابة بس انا بكلم بقى الجداد هل الزيادة في الوزن يعني انت كده كده وانت حامل هيحصل لك زيادة في الوزن الزيادة بتبقى ماشية بالتساوي كده مع شهور الاجابة لأ النسبة بتكون كالتالي خلال الحمل احنا اتفقنا انه من 29 ل40 اسبوع تمام خلال الاسابيع العشرين الاولانيين يعني نص الحمل الاولاني بيكتسب جسمك تلت الوزن الزيت تلتو اما الفترة التانية من الحمل اللي هو نص الحمل التاني فجسمك بيزيد تلتين الوزن الزيت يعني لو كان متوسط الزيادة في الوزن المصاحب للحمل مثلا مثلا 12 كيلو ونص خلاص يبقى انت هتزيدي 4 كيلو بس في اول 20 اسبوع من الحمل يعني لغاية نص الحمل هتزيد 4 كيلو نص الحمل التاني العشرين اسبوع التاني هتزيدي 8 كيلو اللي هما هيبقوا في اخر 20 اسبوع من الحمل والحقيقة ان انا حابب استفيد اكتر في هذا الجزء الاهميته الشديدة عند كل الزوجات الحوامل وهقولك خلي بالك ان معدل الزيادة في وزنك خلال اول 3 شهور من الحمل اول 3 شهور ممكن ما يبقاش يتجاوز اكتر من كيلو و800 جرام علشان كده لو لقيت نفسك ما زدتيش في الوزن خلال الاسابيع الاولى من الحمل ما تقلقيش قوي او ما تقلقيش خالص لكن لو ما زدتيش في الاسابيع اللي بعد كده لازم بقى استيضاح الامر بصفة عامة احب اقولك ان نقص معدل الزيادة في الوزن في الفصل الاول من الحمل اللي هو اول 12 اول سبوع مش ضرر او ما لا يحقق ضرر او اقل ضررا من نقص معدل الزيادة في الفصلين التاني والتالت من الحمل في معلومة كمان مهمة ان زيادة الوزن الملحوظة بتكون لغاية الشهر الثامن بس وبتقل الزيادة يعني في الوزن خلال الشهر الاخير اللي هو التاسع بتاع الحمل على فكرة كتير من الاطباء يعني تخصص النساء والتوليد بيدوا مؤشر للزيادة بالنسبة للزوجات الحوامل يقولولهم ايه هيكون معدل الزيادة من نص كيلو الى كيلو جرام في الاسبوع بس امتى من بداية الشهر الرابع والغاية نهاية الشهر التامن وفي نفس السياق نحب ننبهك ان الزيادة المفاجأة في الوزن خلال اي فترة من الحمل بتكون من مؤشرات وعلامات الخطر لانها ممكن تكون احد اعراض تسمم الحمل لقدر الله طيب سؤال بقى جديد ومهم جدا واجابته ممكن تبقى مفاجأة كمان لكتير من حضراتكم هي كل الزيادة في الوزن المصاحبة للحمل بتكون عبارة عن الجنين وطبعا الاجابة ممكن تكون زي مفاجأة زي ما بقول لحضراتكم عند كتير من الزوجات الحوامل الاجابة لا هتعرفوا ان الجنين وبعد اكتمال نموه بالكامل بيشكل 39% فقط من الوزن الزائد وده بحدة اقصى 39% فقط من الوزن الزائد المصاحب للحمل بيكون الجنين قال له اما الباقي الوزن بيكون ايه هقول لكم الدم بيزيد خلال الحمل وبتمثل زيادته 22% من الوزن الزائد لجسمك السائل الاميوني اللي بيحيد بالجنين بيمثل 11% من الوزن الزائد خلال الحمل الرحم بيتمدد وبيكبر في الحجم لاستيعاب وجود الجنين وبتمثل زيادة الرحم 11% من زيادة الوزن المصاحبة للحمل المشيمة كمان بتكون 9% من اجمال الوزن الزائد في الحمل واخيرا بيحصل زيادة في حجم الثاديين وبتمثل الزيادة دي 8% من الوزن الزائد خلال الحمل في نهاية كلامنا عن التغيرات في الوزن المصاحبة للحمل بنرجع نفكر حضرتك بضرورة الالتزام بالغذاء الصحي خلال الحمل اوعي تحرمي جسمك من احتياجاته الغذائية بحجة انك مش عايزة تزيدي في الوزن لان زي ما عرفتي الزيادة في الوزن ضرورية اثناء الحمل وبعد الولادة بالسلامة ان شاء الله تقدري ترجعي لوزنك الطبيعي قبل الحمل لكن برضو بطريقة صحية وبدون تهور خليكي دايما فكرة ان احتياجاتك الغذائية خلال الحمل بتكون ما بين 2100 كالوري الى 2500 كالوري الوزن السعر الحراري في اليوم طيب ايه النصايح اللي ممكن تساعد على التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة اجابة بقى السؤال المهم ده هنعرفه بعض الفاصل يحكى انه مازال متواصل اهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثالث والاخير من حلقة النهاردة قبل الفاصل سألنا سؤال مهم جدا ايه هي النصائح اللي ممكن تساعد على التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة في الاول لازم نكون مقتنعين ان طبيعي جدا اكتساب وزن زائد خلال فترة الحمل والحقيقة ان الموضوع اللي هكلم حضراتكم في دلوقتي هو استعادة الوزن الطبيعي بعد الولادة من الموضوعات اللي ممكن اعتبارها فارقة في حياة ملايين اللي لم يكن مليارات يعني من الامهات لان ببساطة في عدد كبير جدا من الزوجات بيعتبروا ان الحمل والولادة كانوا هما الخط الفاصل في حياتهم لحالة الجسم قبل الحمل وبعده تمام بمعنى ان هما بيتعاملوا مع وزنهم السابق على الحمل على انه ذكرى يعني مش هنعرف نرجع له تاني او موضوع انتهى امر وبقى خلاص في مرحلة جديدة بقى من حياتنا هي مرحلة الجسم ما بعد الولادة واللي غالبا ما بيكونوش فيها سعداء بشكل جسمهم ده لكن الانصاف قبل العلم يعني الانصاف والعلم بيخلينا نقول ان في ملايين غيرهم بيملكوا من الاراضة والطموح ما يكفي ان هما يسترجعوا تقريبا شكل جسمهم ووزنهم اللي كانوا عليه قبل الحمل على فكرة الحكاية صحيح مش سهلة لكنها في الوقت نفسه مش صعبة او مستحيلة كل اللي عليك فقط تطبيق المعلومات والطرق الصحيحة وقبل ما نقول لكم نصائح عن التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة عايزة نبه حضراتكم لحاجة مهمة جدا وانسانية جدا فيها جماعة سيدات شغلها ونمط حياتها معتمد على الشكل زي الفنانات مثلا زي عارضات الازياء تمام كده الامر الواقع ان الناس دول بيحاولوا يخفضوا وزنهم بطرق قد يكون فيها بعض التطرف او القسوة بعد الولادة وطبعا ده مش صح يا لكن ده اختيارهم عشان كده اول نصيحة احب ان حضراتكم تعرفوها ان مش لازم تحطوا قدام عينيكو كده امثلة وتحاولوا تقلدوها او تتبعوا نفس اسلوبها بكل تأكيد انتم ممكن تحصلوا على نتائج مزهلة ويمكن نفس النتائج المثالية بس عارفين ايه الفرق؟ الفرق هيكون في طريقة خفض الوزن والمدى الزمني اللي المفروض ده يحصل فيه واول واهم النصايح اللي حب اقولها لحضراتكم بقى في الموضوع ده هي ان كل الاراء الطبية اجمعت كل الاراء الطبية اجمعت على ايه؟ ان المعدل المثالي لفقدان الوزن بعد الولادة ها؟ لا يجب انه يتجاوز 900 جرام في الاسبوع يعني اقل من كيلو واحد في الاسبوع خدتوا بالكم انا قلت ايه؟ يعني بقى الدكاترة والحاجات اللي بتتنشر بقى على الفيسبوك وعلى الانترنت وبتاع والدكتور فلان والدكتورة فلان اللي بتخفض 3 كيلو في الاسبوع و10 كيلو في المش عارف في الاسبوع ده كل ده غلط كل ده غلط معدل خفض الوزن انا بتكلم بشكل عام بصفة عامة ما بتكلمش على الحوامل ده انا بتكلم بشكل عام ان معدل خفض الوزن بالطريقة مثالية وصحية لا يجب ان تتجاوز 900 جرام فقط في الاسبوع تمام؟ وعلى فكرة بقى احب اقول لحضراتك حاجة استنادا للمعلومة اللي لسه اي لنا لسه اي لنا حالا قبل الفاصل ان بمجرد عملية الولادة الجسم بيفقد حوالي 5 إلى 6 كيلو جرام ودول ايه؟ دول بيمثلوا الجنين والمشيمة والسائل الاميوني وبتفضل باقي الزيادة المصاحبة للحمل على اتم الاستعداد للانخفاض لما نتعامل معاها بهدوء ووعي في بعض الدراسات الطبية الحديثة جدا بتنصح ان فقدان الوزن الزائد اللي كان مصاحب للحمل ركزوا بقى يفضل يعني يفضل أنسب طريقة لفقدان الوزن ده انه يحصل على مدار 9 شهور تالية للحمل بمعنى آخر الوزن ده مش زاد خلال 9 شهور يقل خلال 9 شهور انما هي مش سحر مش وزنك هيزيد خلال الحمل خلال 9 شهور وتيجي فجأة كده عايزة تخفضي وزنك في شهرين ولا في 6 أسابيع ما غلط مش هينفع الفقدان السريع في الوزن ممكن يؤثر سلبيا على القدرة على الرضاعة الطبيعية والجديد بقى انك تعرفي ان ممارسة الرضاعة الطبيعية في حد ذاتها احد وسائل تخفيض الوزن هتقولولي مش معقولة اقول لكم او الله لان الرضاعة الطبيعية بتستهلك على مدار اليوم حوالي 500 سعر حراري الخفض الوزن بيحصل من ايه ان فيه food intake او فيه اكل والاكل ده بيتحرق تمام الاكل احنا بنكله علشان يدينا طاقة نعمل المهمات المطلوب مننا في الحياة مش المهمات الشغل لا يعني التنفس والكلام والنوم والصحيان والتركيز وان احنا نمشي ونقوم ونقعد ونعمل كل حاجة صحي كده لو اللي داخل قد اللي بيتحرق وزنك مش هيزيد انا بتكلم بشكل عامي يعني تمام كده المشكلة بتحصل من ايه ان اللي داخل بيبقى بيتحرق اقل صح؟ يعني ان انت بناكل وبنتحرك قليل فيقوم وزننا يزيد بناكل حاجات كتيرة وغلطوا بتاع وبنبذلش مجهود كتير وهكذا صح كده؟ طيب تعرفوا بقى ان الرضاعة نفسها بتستهلك حوالي 500 سعر حراري يعني الرضاعة الطبيعية وسيلة من وصائل خفض الوزن من المعلومات المهمة برضو ان اكتر العناصر اللي بتاخد وقت للرجوع الى وضعها الطبيعي اللي كانت عليه يعني قبل الحمل هي الزيادة في حجم الرحم الرحم بياخد وقت للرجوع لحجمه الطبيعي وبيصاحب ده آلام وانقباضات خفض الوزن من خلال اتباع نظم غذائية مسموح ممكن بشرط انه يكون تحت اشراف طبي وما يكونش النظام الغذائي اشراف طبي محترم معلش ازود كلمة محترم وما يكونش النظام الغذائي ده بيعتمد على حرمان الجسم من اي عنصر من العناصر الغذائية اللي بيحتاجها جسمك وجسم الجنين اللي هو اللي انت بتردعيه دلوقتي بما في ذلك الدهون والكربوهيدريت على فكرة بس معلومة الوجه الله مفيش دلوقتي في العالم كله نظام الغذائي ممنوع الدهون وممنوع العيش مفيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها حساب الكميات فاهمين قصدي؟ ممارسة الرياضة بعد الولادة كمان ممكنة ومن اساليب استعادة الجسم للقوام الطبيعي في فترة ما قبل الحمل بشرط الموافقة الطبية خاصة ان في حالات ولادة بتبقى ولادة قيصرية فمش هينفع تعملي رياضات معينة وانت عندك جرح اللي ولادك قيصرية ماينفعش فاهمين قصدي؟ يعني اجمالا يا جماعة خفض الوزن الزائد اللي كان مصاحب للحمل أمر ممكن تعمليه ما بقولش انه سهل هياخد وقته بس تعمليه وتعمليه بتركيز وتبقى اهم حاجة الهدف واضح قدامك زي ما قلناه خلي القاعدة دي قدامك عايزة خفض وزني على مدى تسعة شهور ده العدل انا زيتهم في تسعة شهور ارجعهم في تسعة شهور حلو الكلام؟ طيب موضوعنا الاخير بقى في حلقة النهاردة هو عن قواعد التغذية الصحية خلال الحمل مش احنا كل شوية نقول لكم التغذية الصحية التغذية الصحية مفيش وقت هيكون عندك فيه حافز للأكل الصحي زي إلا وقت الحمل يعني وقت الحمل ده أكتر وقت مثالي انك تاكلي صح مش انك تاكلي كتير مش انك تاكلي غلط مش ان انا نفسي في الشوكولاتة مش ان انا نفسي في الفسيخ والرنجة اصلا انا بتوحى مفيش كلام ده عايزة تاكلي صح يعني الحمل ده هو اللي بيديك الإطار إنك تاكلي صح وده ببساطة لإن الجنين بيحصل على كل اللي بيحتاجه من غذاء من خلالك فلازم أو يعني من خلال النمو بتاعه بيحصل من خلال الأكل اللي حديك بتاكليه عشان كده لازم غذائك يبقى صحي ومتوازن خلال الحمل وياريت تجميلي بقى بعد الحمل والحقيقة أن التغذية السليمة في الحمل مش بس مطلوبة عشان احتياجات جسمك واحتياجات الجنين لكن كمان عشان الرضاعة الطبيعية طبعا في الحمل مطلوب منك الاهتمام بتحسين نوعية الطعام مش زيادة الكمية والمعلومة دي هترتبط بسؤال يعتبر تاريخي وبيمر على زهن كثير من الأمهات وهو هل المفروض أن الأم في الحمل تاكل لتنين خلي بالك أنت حامل أنت بتاكلي لتنين والحياة للإجابة لأ حديك مش بتاكلي لتنين أنت بتاكلي لنفسك والجنين بياخد احتياجاته منك وكل المطلوب هو زيادة كمية الطعام في الأكل بتاع حضرتك بما يوازي 300 كالوري أو 300 سعر حراري فقط أنتوا لو عرفتوا يعني فيه كتب وفيه حاجات بقى على الإنترنت دي شوفوا كده 300 كالوري دول ممكن يبقى قد إيه خلاص؟ فقط هم دول الزيادة والباقي بقى خليهم صح برضو اختيارات صحيحة يعني تمام؟ وبالتالي بيكون إجمالي السعرات الحرارية المطلوبة ليكي خلال فترة الحمل هي من 2300 زي ما قلنا إلى 2500 سعر حراري أو كالوري هو السعر هو الكالوري طيب العناصر الرئيسية للغذاء بقى الحبوب الحبوب خلاص؟ الحبوب اللي هي اللي احنا بدأكلها اللي هي البقليات والحاجات دي كلها خلاص؟ والعيش اللي احنا بدأكله اللي عيش الأبيضة والعيش الأصمر وهكذا وكل ده ما بيدخل فترة يعني بيتعمل من الحبوب الخضروات الفواكه الألبان ومشتقاتها الزيوت والدهون البروتينات بأنواعها وكل الأنواع مطلوبة وما ينفعش تتجاهل عنصر من العناصر السابقة ممنوع كمان اتباع أي نظام غذائي لإنقاص الوزن وانت حامل أي طبيب يقولك اعملي رجيم وانت حامل تعرفي أن ده طبيب غير مؤهل بقولها تاني أي طبيب يقولك اعملي دايت وحضرتك حامل تعرفي أنه هو طبيب غير مؤهل أو بيعمل مخطرة عجيبة الحقيقة ومن خلال العناصر اللي قلناه لك دلوقتي بيحصل جسمك وبالتالي جسم الجنين زي ما قلنا على كل اللي بيحتاجه من العناصر الغذائية الضرورية لبناء الجسم وتوليد الطاقة طبعا الفيتامينات والمعادن بتكون موجودة في الأنواع المختلفة من الأطعمة الأنواع الرئيسية اللي قلناها دلوقتي أهم الفيتامينات A وD وE وK وC وB بيبقى أنواعه يعني وحمد الفوليك أما المعادن الضرورية فهي الكالسيوم والحديد والزينك والسيلينيوم يعني أنا بكرر تاني إحنا عملنا حلقات خاصة حلقات كاملة عن الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم بمصادرها بأهميتها بكل حاجة ارجعوا لها يا جماعة اكتبوا كده حلقات الفيتامينات والمعادن المفيدة هتلاقوا الفيتامينات ليه حلقة أو الفيتامينات حلقتين والمعادن حلقة وهكذا تمام؟ وإن شاء الله برضو إذا كان فيه وقت هنحاول نجمع لكم بقى الحاجات الخاصة بالحمل هنعملها لكم في حلقة الوحدة خلاص وعد هنعمل كده بإذن الله طبعا فيه أنواع تانية برضو من المعادن المهمة خلال الحمل سواء كانت المعادن الأساسية أو المعادن الندرة وتحصولي عليها أنت والجنين من خلال الغذاء المتوازن ومع حدوث الحمل وتطوره طبيعي في بعض الأوقات أنك تحسي بعدم الرغبة في تناول نوع معين سواء كان نوع معين من الأكل سواء كان في بداية الحاملة أو قرب نهايته في الحالة دي طبيبك المتابع هيقدم لك الحلول والبدائل اللازمة خلاص؟ وإحنا كمان هنقدم لك بعض النصائح اللي ممكن تنعكس بشكل إيجابي جدا على صحتك الغذائية وبالتالي صحة الجنين زي ما وعدت حضراتكم دلوقتي عايز أقول لكم برضو بعض النصائح خلي كمية الأكل كل مرة أقل من المعتاد حلو؟ حلوة دي؟ في مقابل أن عدد الوجبات يزيد على مدار اليوم نصيحة تانية اشربي سواء المفيدة سواء المفيدة أهم سائل في الدنيا المية اشربي مية اشربي عصائر طبيعية خلاص دي حاجة كويسة جدا النصيحة تالتة تجنبي أنواع الأطعمة اللي بتسبب ارتباك في المعدة زي الدهون الزائدة أو التوابل يعني بلاش بقى الأكل الحراء والسبايسي يعني مش عام في موضات كده احنا دلوقتي في موضة الأكل الحراء الحقيقة يعني في الأكل اللي هو السبايسي والسبايسي قوي يعني حاجة غريبة جدا تمام نصيحة اللي بعد كده بلاش شرب السوائل اللي بتحتوي على الكفايين مش بس عشان هي منبهة وكده لأنها الحاجات اللي فيها كفايين بتزود درجة الحموضة بتاعت المعدة خلاص فدي يعني أنا قاسف يعني أنتو مش نقصين الحمل قريدي بيسبب لك ارتباك شوية في المعدة وبيبقى بنكل بحرص فبلاش بقى الكفايين علشان ده بيزود المشاكل تمام النصيحة اللي بعد كده يعني حاولي تكون آخر وجباتك اليومية يعني حاولي آخر حاجة تكون يبتكليها تكون غنية بالبروتينات لأن ده بيساعد على بقاء مستوى السكر في الدم عند معدلاته الطبعية وطبعا بنفكرك أن في قائمة من الأغذية الممنوعة خلال الحمل في أغذية ممنوعة طبعا في أغذية ممنوعة على رأسها العطعمة الغير مطهوة بشكل جيد يعني السوشي مثلا ممنوع ده في الحمل تمام ممنوع خلوا بالكم الحاجات دي ولو بتاكلوا برا ولا بتاكلوا حتى في البيت وبتاع اللحوم أو كده لازم تتسوي كويس اللي هي بيسموها well done يعني خلاص مفيش اللي هو medium well ولا rare ولا مفيش كلام ده في الحمل خلاص برضو في بعض أنواع الجبن بتبقى ممنوعة في الحمل الجبن اللي هي فيها فطر كلها ممنوعة المحريات والقواقع البحرية برضو ممنوعة اللبن اللي غير مبسطر خلوا بالكم وبنأكد عليكي بضرورة الغسيل الجيد جدا للفواكه والخضروات ومراجع التاريخ الصلاحية لأي مادة غزائية قبل تناولها تمام الحلقة الجاية هنتكلم عن إيه هقول لكم كده بقى حاجات تشويقية هنتكلم عن اختبار الحمل فاكرين لما قلت لكم في الحلقة الأولى أو التانية تقريبا اختبار الحمل ده دقيق ولا مش دقيق اللي احنا بنعمله في البيت ده دقيق ولا مش دقيق هنتكلم عن محاذير الأدوية العلاجية في الحمل يعني حد وحدة حامل لقدر الله عيت جالها برد جالها حاجة تنفسية جالها حاجة في المعدة مثلا طب الأدوية دي ايه المحاذير في التعامل معها هنتكلم عن الرياضة خلال الحمل هنتكلم عن تأثير النزلات المعاوية على الحمل يعني موضوعات كده ان شاء الله تكون مفيدة جدا لحضراتكم برجع وفكر حضراتكم تاني ان النهاردة كانت نهاية الحلقة الثالثة من سلسلة حلقتنا الخاصة عن الحمل ارجوكم ارجعوا لها على وسائل التواصل على اليوتيوب هتستفيدوا جدا جدا وان شاء الله ان شاء الله هنلتقي معاكم الاسبوع القادم السبت القادم وحلقة جديدة من يحكى أن ومحطة جديدة او محطات جديدة في رحلتنا عن الحمل تحياتي اشتركوا في القناة